اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين بعد سنوات من تراجع انتاجيته قطاع السياحة التونسية استعيد بعضا من عفيته وامال بتعزيز جاذبيته اربعة ملايين سائح زاروا كوبا العام الماضي برغم ضعف مستوى الخدمة السياحي ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال ينعش امال القطاع بزوال تخمة المعروض اهلا بكم بمؤشرات ايجابية ومشجعة تعمل وزارة السياحة التونسية على تنويع منتجتها وتعدد اسواقها في مسعى لرفع حجم معاملاتها واعادة الانتعاش للقطاع السياحي الذي يشكو من ازمة حدة منذ ست سنوات تطور بنسبة سبعة في المئة في عدد السياح خلال السنة الماضية مؤشر تنظر اليه وزارة السياحة على كونه نقطة مضيئة تؤشر الى عودة الثقة الى الوجهة التونسية لعوامل عدة اهمها الاستقرار الامني والاسعار التنافسية للسوق وتنويع المنتج الى جانب العمل على التنويع الاسواقي باستقطاب مواطني روسيا والصين ثم تطور معناها لباس بي ثم حتى في بعض البلدان تطور بـ 30% ثم معناها مواشرات ايجابية احنا ماشي نطور روسيا بشن نخدم معنا السوق الروسية خطر الفيديليزية ذو ما اللي جاءونا 622 الف عام 2016 يزمهم يرجعوا ونزيدوا عليهم زيادة وثم اسواق خرين معناها ثم تنويع المنتوج السياحي وتنويع الاسواق اللي نخدم معلهم توافد السياح الروسي ارتفع بنسبة 800% على حساب كل من تركيا ومصر وساهم الى جانب ارتفاع توافد السياح من الدول المغربية بنسبة 8% في انقاذ الموسم الذي حقق خمسة ملايين وسبعمائة الف وافد معطا دفع الوزارة الى التركيز على السوق الروسية ومن بعدها الاسواق الاسيوية الى جانب تثبيت العلاقات مع الاسواق التقليدية كالالمانية والفرنسية والانجليزية التي بدأت تعود نحو تونس بنسبة ضعيفة اعادة الهيكلة لكثير من المؤسسة السوحية اللي السنوات الستة بتاعها منذ 2010 في تونس ارقتهم الكثير واصبحوا في حالة مادية ومالية صعبة جدا واذا كان متوفرهمش القروض والامكانية المالية بطبيعة الحال هذا بيكون عنده تأثير سلبي على جودة الخدمات على تنويع الاسواق وتنويع المنتوج ايضا تراهن السياحة التونسية لاستعادة عافيتها فيما يؤكد مراقبون على المزايا التفاضلية التي يمكن ان تحققها تونس من خلال انخراطها في اتفاقية السماء المفتوحة ويحذرون من انعكاس الظروف المالية الصعبة لأصحاب المؤسسات على جودة الخدمات تحسن في مؤشرات القطاع السياحي خلال الاشهر الاربعة الاخيرة يحتاج بحسب مراقبين الى تشريع مزيد من الاصلاحات الهيكلية وبدل مجهود اكبر على مستوى التسويق للتعريف بخصائص تونس ومرافقها السياحية ايما اشترى تونس الميادي بدورها تركيا تتوقع ارتفاع عدد سياح الروس الوافدين الى خمسة ملايين سائح العام الحالي وذلك بعد زيادة عدد الرحلات بين البلدين واتاحة امكانية الدفع المباشر بالروبل في تركيا ولم يتعد عدد السياح الروس الوافدين الى تركيا العام الماضي المليون شخص وذلك عقب اسقاط مقاتلات تركية قاذفة قنابل روسية فوق سوريا ما تسبب بفرض موسكو عقوبات على انقرة تضمنت تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين ووقف استيراد العديد من السلاع الغذائية انتعشت السياحة في كوبا برغم عدم جاهزية البلاد لاستقبال الاعداد الكبيرة من الوافدين التواقين الى التعرف على خصوصية الجزيرة الكريبية كوبا التي بقيت خمسة وخمسين عاما محظورة على هؤلاء هي اليوم امام فرصة ذهبية لتطوير قطاعها السياحي الذي يرفض البلاد بالعملة الصعبة ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين تطوير قطاع السياحة في كوبا يبدو حاجة ماسة للبلاد خمسة وخمسون عاما من العزلة التي فرضها الحصار الامريكي اعاقد تقدم قطاعات كثيرة في البلاد ابرزها السياحة غرفة في فندق اربع نجوم في هافانا تشبه غرفة في فندق ثلاث نجوم في باريس واجارها ثلاثمائة دولار انه سعر مرتفع هذا الفندق لا يستحق تصنيف الاربع نجوم انه جيد لكنه لا يستوفي شروط العالمية لهذا التصنيف لم تستقبل كوبا في تاريخها الحديث اربعة ملايين سائح في عام واحد كما حصل في عام 2016 تدفق السياح ادى الى تضخم هائل في اسعار المطاعم والفنادق سلسلة الفنادق هذه هي واحدة من سبع عشرة سلسلة تديرها الدولة وتمثل ثلثي الفنادق في البلاد ولا يحق للمديرين اجراء اي تغيير هندسي او لوجستي من دون العودة الى السلطة الرسمية معظم الذين يزورون كوبا اليوم زاروا دولا اخرى في امريكا اللاتينية وهم بالتأكيد يلاحظون الفرق بمستوى الخدمة الفندقية برغم هذا التقصير في تطوير الخدمات السياحية ارتفع معدل ايجار الغرفة من مائة وعشرة دولارات الى مائتين وخمسين دولارا خلال عامين ما دفع العديد من السياح الى استئجار غرفة في منزل لقاء مبلغ زهيد لا يتعدى ثلاثين دولارا في الليلة الواحدة وهذا النظام مشرع منذ عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين لاكثر من سبعين الف منزل في كوبا اعلنت المجموعة النفطية العملاقة اكسون موبيل اكبر خفض سنوي في احتياطياتها المقدرة منذ ثمانية عشر عاما يبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون برميل من النفط ومكافئته وبذلك تراجع الاحتياطي المثبت للشركة الى عشرين مليار برميل حيث اعلنت ان هذا الخفض عائد الى اسعار النفط المتدنية بعدما اجبرتها قواعد البورصة الامريكية على استثناء بعض الكميات في حقولها من الاحتياطيات المثبتة انعش ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال امال القطاع بان تزول تخمة المعروض اذ وصلت وارداتها في كانون الثاني يناير الى ثلاثة ملايين واربعمائة واربعين الفة وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال اربعين في المئة في كانون الثاني يناير على اساس سنوي بدعم من سياسات حكومية تهدف الى استبدال انواع الوقود الاكثر تلويثا للهواء بالغاز الطبيعي للتخفيف من معدلات تلوث الهواء المرتفعة يسعى مشغلو حقل لوثيان للغاز الطبيعي في شرق المتوسط لتعزيز قدراتهم الانتاجية في اطار الخطط الاسرائيلية لتصدير الغاز وقال شركاء في الحقل انهم وافقوا على قرار استثمار نهائي بقيمة ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دولار وسوف تخصص هذه الاموال كمرحلة اولى لانشطة التنقيب والتقييم والتخطيط من اكبر مشروع طاقة في اسرائيل وبحسب خطة التطوير التي وافقت عليها تل ابيب العام الماضي من المقرر الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات ليضخ الغاز الى السوق الاسرائيلية في نهاية عام 2019 قال سفير العراق في القاهرة حبيب محمد هادي ان بلاده ستزود مصر بمليون برميل نفط يوميا بدأ من اذار مارس المقبل هادي اوضح ان عقد الامداد بات في وزارة البترول المصرية لاقراره بعدما وقعته شركة تسويق النفط العراقية سومو صحيفة الاهرام المصرية نقلت عن استثير انه يجري حاليا انشاء خزانات عملاقة للنفط العراقي تتيح لمصر سد حاجاتها على ان يصدر الفائض الى الاسواق العالمية في اطار مشروع انبيب تنقل النفط والغاز من حقول البصرة الى مصر عبر الاردن ارتفع الطلب على الاسلحة في معرض ايداكس هذا العام بنحو خمس نقاط مئوية بالمقارنة مع نتائج عام 2015 واعلنت الامارات العربية المتحدة التي استضافت هذا المعرض ابراما عقود مشتريات قيمتها خمسة مليارات ومئتان وخمسون مليون دولار المتحدث باسم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ايداكس راشد الشامسي قال ان تسعين شركة حصلت على عقود في المعرض الذي استمر خمسة ايام ويقام المعرض كل عامين في ابو ظبي وقد شهد هذا العام طلبا لافتا على اصناف مرتبطة بنمط الحروب الدائرة في المنطقة العربية طالب الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش بتوفير اربعة مليارات واربعمائة مليون دولار كتمويل طارئ لهيئة الاغاثة تابعة الامم المتحدة لمكافحة المجاعة في اليمن والصومال وجنوب سودان ونيجيريا وفي مؤتمر صحفي في مقر الامم المتحدة حذر من الوضع المأساوي الذي يعيشه ملايين الاشخاص في ظل وضع كارثي وهي حالة لم يشهدها العالم في العقود المنصرمة وتعود اساسا الى النزاعات المسلحة أنا هنا اليوم للفت نظر العالم الى حقيقة ان اكثر من عشرين مليون انسان في الصومال واليمن وجنوب السودان ومناطق من شمال نيجيريا جائعون ويواجهون انعدام امن غذائي قاتل الوضع خطير الملايين من الناس هم في الرمق الاخير من الحياة بين سوء التغذية والموت وهم عرضة للامراض دعا وكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون الانسانية ستيفان اوبراين الى دعم محادثات جونيف لوقف نزف الانساني والاقتصادي في سوريا وفي احاطته الشهرية امام مجلس الامن الدولي عرض اوبراين ارقاما تشير الى ترد الوضع الانساني في سوريا غالبية السوريين اي حوالي 13 مليون ونصف المليون يحتاجون الى الحماية والمساعدات الانسانية 85% من السوريين باتوا في حالة العوز واكثر من ثلثي الشعب السوري يعانون الفقر المطقع 12 مليون وثمانمائة الف في سوريا يحتاجون الى مساعدات صحية واكثر من 7 ملايين يعانون من غياب الامن الغذائي بسبب ارتفاع الاسعار وشح الغذاء في سوريا عائلات تصرف ربع مدخولها لشراء الماء فقط تراجع صافي اعداد المهاجرين الى بريطانيا خلال عام حتى ايلول سبتمبر الماضي وسجل ادنى مستوى له في اكثر من عامين فيما يرجع ذلك جزئيا الى زيادة اعداد المغادرين من مهاجري بعض الدول في شرق اوروبا مكتب الاحصاء الوطنية قال ان من السابق لأوانه تحديد تأثيرات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي في الهجرة على المدى البعيد وبلغ صافي عدد الاتين الى بريطانيا في 12 شهرا 273 الف مهاجر بانخفاض نحو 50 الفا عن العام السابق بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زور موقعنا الميدين دوت نت باللغتين العربية والاسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء